نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طاولة مستديرة حول وقع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في مملكة البحرين شارك فيها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب عدد من أولياء الأمور للأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون لمنقشة بعض التحديات التي تواجه المصابة بمتلازمة داون والتمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة يأتي تنظيم هذه الطاولة المستديرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يصادف الـ 21 من مارس من كل عام حيث شدد المشاركون فيها على أهمية التركيز على مختلف الخدمات المقدمة لهم لهذه الفئة مؤكدين على أنهم أصحابهم من وقدرات خاصة من الواجب تغيير نظرة المجتمع الحالية عنهم وفي نهاية الاجتماع خلص المعنيون إلى عدد من التوصيات أبرزها مقترحات لإجراء بعض التعديلات التشريعية لرفع الوعي بمتلازمة داون وكيفية تعامل المجتمع مع الأشخاص المصابين به وتذليل الصعوبات التي يواجهونها ورفع مستوى تمتع تلك الفئة بحقوق الإنسان وحريته الأساسية بل حريته الأساسية من خلال العمل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين رغبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تقيم طاولة مستديرة يشارك فيها المختصين من وزارة التربية والصحة ووزارة العمل والسادة السلطة التشريعية أيضا في هذه الطاولة المستديرة والمجتمع المدني وبعض أولياء الأمور لإلقاء الضوء على بعض التحديات التي تواجه المصابين بمتلازمة داون في البحرين لأن لهم الحق في التمتع بجميع الحقوق من ناحية الصحة والتعليم والإدماج في المجتمع نرغب في ليس فقط مسانداتهم إنما إجراء تغيير وهذا هو الهدف من الطاولة المستديرة أول شيء المطالبة بمنح أولياء أمور هذه الفئة ساعتين عناية اثنين فتح بعض المراكز التي تخدم هذه الفئة وخصوصا مراكز العلاج الطبيعي والإكثار من الأخصائيين في علاج النطق والتربية الخاصة أيضا تم التحدث عن إضافة أن هذه الأولياء الأمور ممكن يساعدون في تقديم الخدمات باتصال مباشر معاهم بين أولياء الأمور والمراكز والمؤسسات التي تتعتين بهذه الفئة اشتركوا في القناة